خالد يسأل عن الغيرة يقول ما هي الغيرة المحمودة خالد بارك الله فيك بالنسبة للغيرة على نوعين غيرة محمودة و غيرة مذمومة أما الغيرة المحمودة فهي الغيرة الشرعية الغيرة مثلا على حدود الله على محارم الله الغيرة على دين الله الغيرة على سنة رسول الله الغيرة على أصحاب رسول الله الغيرة على أمهات المؤمنين الغيرة على المؤمنين الغير على عموم دين الله عز وجل كذلك غيرت الإنسان على أهله يغار الرجل على امرأته بحيث أنه يعني يحصنها ويحافظ عليها ويحسم كل ما من شأنه أن يخل بهذه المرتبة وبهذه القيمة العظيمة التي جاء بها الإسلام يغار على والدته يغار على خواته بناته على قريباته هذه غير محمودة الغير المذمومة هي الغير التي تتجاوز الحد المحمود إلى الشك إلى الشك هذه يسمونها غير مذمومة غير مذمومة كان يعني يتجسس الرجل على زوجته مثلا يتجسس أو يسيء الظن دائما بوالدته بأخواته ببناته بقريباته مثلا يقدم دائما الشك ودائما الريبة والعياذ بالله مثل بعض الأزواج مريض بمرض الشك الأصل أن زوجته أم عياله بنت ناس محترمين من عائلة طيبة من بيت صالح دائما تجدوا إيش يشك فيها ويجعل علامات استثام على كل تصرف إن تكلمت شك إن نظرت شك إن تكلمت في الهاتف شك هذا مرض هذا نوع من أنواع المرض نسأل الله العافية والسلامة هذه سمى الغيرة المذمومة بارك الله فيك كذلك غيرة تتصادم مع النصوص الشرعية مثل الغيرة بالباطل يغار الإنسان على أمور جاهلية مثلا يغار الإنسان وينتفخ على أمور لا قيمة لها ولو صادمت شرع الله مثل ما كان العربي في الجاهل يقول وهل أنا إلا من غزية إن غويت غويت وإن ترشد غزية أرشدي فلذلك الغيرة لا بد أن تكون بضوابط وبحدود بارك الله فيك غيرة الإنسان على وطنه وبلده هذه غير محمودة لا يسمح لأحد أن يعتدي على بلده لا يسمح لأحد أن يتكلم في وطنه لا يسمح لأحد أنه يعني يروج على بلده وأهله الشائعات والأراجيف هذه من الغيرة المحمود